مع تشكل طوابير طويلة أمام متاجر المأكلات والمشروبات في الهند إثرى تخفيف تدبير الإغلاق وجد كارثيك فيلايوثام طريقة للالتزام بالتباعد الاجتماعي عبر تطوير روبوت قادر على التبضع نيابة عنه هذه الآلة البسيطة هي عبارة عن صندوق من الكرتون على لوح خشبي محمول على أربع عجلات وقد احتاج مطويرها وهو مهندس كومبيوتر يومين للانتهاء من صنعها بكلفة قاربت أربعين دولاراً لكنها تقدم خدمة بالغة الأهمية في زمن وباء كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم وأودى بحياتي 297 ألفاً ويتحكم فيلايوثام بهذا الروبوت الصغير من منزله في مدينة كوينباطور الكبيرة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند والروبوت موصول بهاتف ذكي يمكنه من طلق الأوامر عبر شبكة الانترنت ويمكن للروبوت أن يحمل بضائع يصل وزنها إلى 50 كيلو جراماً